طب جيمي الصفقة نفسها بقى يا حي اعطيته الله ازاي هتبقى مفيدة لنا دي دالي رقم واحد عايزة اتكلم على قبل ما تخش في الفنيات بتاعتها حي اعطيته الله اتكلم على جزء انضباطي جزء يتعلق بشخصية وعقلية واصول اللاعب وانتماء اللاعب للمكان والنشأة اللي طلع منها والانضباط للرجل العالي الراجل في اجازته الاخيرة ممكن معنا فيديو لو نعرضه احنا بنتكلم في اجازته الاخيرة الراجل كان رجع لأسفي اي هو من مدينة اسفي في المغرب وبالمناسبة دي كانت نشأة والعب في اولمبيك والنجم الاسفي والفيديو معنا اهو كان في يمكن جلسة لي تحفيز القرآن في مدينة اسفي وده في الوقت اللي هو كان في اجازة من نادي سوتي في وقت المفاوضات بالمناسبة ده كان وقت المفاوضات الفيديو ده تقريبا من حوالي عشر ايام او من اسبوعين الراجل حريص ان هو بيعمل ده وبيقراره مرة واثنين وثلاثة في كل اجازاته فالراجل شوية في جزء بيهم الجمهور فيما يتعلق بانضباط اللاعب وتركيزه في الملعب بس ان هو ما عندهوش حاجات تانية خارج الملعب ده مهم جدا 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 فيما يتعلق بشخصية اللاعب لما يلعب في النادي الاهلي نقطة تانية المهمة قبل ما نروح لقدرات اللاعب برضو احنا نتكلم على تمره الصحيحة عطاية الله راجل بلاعب اتنين وعشرين مباراة دولية مع منتخب المغرب تقريبا ما فيش ولا لعب محلي بيلعب بيلعب فيه ناس بتنضم لكن مفيش حد بيلعب فيه منتخب المغرب وبيشترك اتنين وعشرين مباراة دولية مع الجيل الحالي للمغرب ده صعب جدا 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 بينقلك حكتين جودة اللاعب النقطة التانية الخبرة والتمرس والنقطة التانية المهمة جدا الراجل ده اللاعب تحت الضغط جماهير انا وانتا شفناها من الملعب جماهير شارسة جدا جماهير الوداد ان الراجل كان بيلعب تحت الضغط بتاع جماهير الوداد مشتغل معام كل السنين اللي فاتت دي بيلعلك الشخصية والقوة الشخصية واللعب تحت الضغط وده يطعم من جمهور نادي الاهل انهما لما يكونوا موجودين في الملعب اللعيد من اللي يشيلوا الفرقة مش يبقى محتاج حد حواليش اضيف نقطة كمان يا حدوية الله في كاس العالم مع المغرب لما اهم ابرز اللاعبين في العالم اكبر المنتخبات في العالم وما حصلوش مشكلة عشان برضو جميع النادي الاهل والنادي الاهل يفكر ايضا ونوعية اللعيبة اللي تقدر تلعب قدام المنافسين والجاهزية كمان بتاعته ان راجل ده ما كانجي بادئ في التشكيل الاساسي بعد اصابة تنصير مزروي فاجأة لأ نفسه لهو مش محضر نفسه ذهنيا انه ممكن اشترك في اي وقت كان حصل له مشكلة خاصة المنتخبات كبيرة جدا نروح بقى لي القدرات الفنية بتاعت الراجل ليه كرار اصر عليها ليه كرار اصر على يحيي عطيات الله اهم حاجة في التاكتك بتاع كولار اللي مخليه مختلف حاجة بتنقسم الى اتنين الضغط ومقاومة الضغط الضغط العكسي اللي بيعمله هو وقت ما بيفقد الكرة في اي وقت في اي حتة من الملعب هو بيجري يضغط على اللعيب اللي خد منه الكرة او فقد الكرة حتى لو فقد الكرة ما كانش منه هو علشان ياخد الكرة النقطة التانية الخروج بالكرة تحت الضغط زي ما فيه بعض الفرق كان بتلجأ انها بتعمل عملية الضغط العكسي العالي في وقت من وقت المباراة ومنهم صنداونز على سبيل المثال اللي بتعمل ضغط العكسي فتخنق الاهل طول الوقت هو امتياز في سواء في الضغط العكسي او في الضغط فده يحل الكولار المشكلة دي وهجيلك للمشكلة التانية اللي كلها اختار بسببها فنعرض بعض اللقاطات اللي بتوريك الراجل بيخرج من الكرة تحت الضغط ازاي ولما بيفقد الكرة في نص ملعب المنافس بيرجع يستعيدها ازاي ودي كتنقطة مفقورة عند النادي الاهلي بشكل كبير الراجل هنا طالع في وسط اربع لعيبة وبياخدوا الكرة ما عندوش مشكلة ابدا ان هو يضغط عليه ويخرج بشكل سليم مهما كان الضغط العكسي سواء ضغط عكسي بمجموعة او ضغط فردي راجل بيقف في الحالة الدفاعية بشكل ممتاز قادر انه في كل الاتحالات راجل اجريسف جدا في عملية الضغط سواء الضغط العكسي او في النوع يرجع يستعيد الكرة تاني او انه هو يقدر يخرج بالكرة تحت الضغط وهتلاقي انه بيعمل عملية الضغط العكسي يا كريم كل اللقطات اللي احنا جاي بنا هتلاقي ان كل اللقطات اللي جاية فيما يخص الضغط العكسي هي جاية في نص ملعب المنافس فالراجل ما بيرجعشي ويسيب بالكرة بعد ما بيفكد الكرة وده نقطة مهمة جدا مصر كلها بنتكلم بقالنا سنتين من ساعة ما كلها رجع على عملية الضغط العكسي ايا كان المنطقة اللي بيعمل منها عملية الضغط سواء ضغط عالي او متوسط او منخفض فدي نقطة مهمة جداً خلت الراجل لما تسأل مرة واثنين وثلاثة كان بيقولهم دايماً في خياراته رقم واحد بالنسبة لي هو إيه حي أعطيت الله آه أجاز التعاكم مع بعض اللعيبة التانية لكن كان بالنسبة له كترتيب إيه حي أعطيت الله وكالرقم واحد